وفي ظل الأزمات والتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم أكد رئيس الوزراء أهمية إرساء دعائم تعاون أكثر تكاملا وشمولا بين جميع الأطراف ذات الصلة بهدف حجد التمويلات التنموية الميسرة وفي هذا الإطار استعرض مدبولي مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جيم بينج خلال اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأزمات والتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم تشكل تحديا غير مسبوق أمام مصارنا التنموي مما يزيد من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتساع فجوة التمويل في الاقتصادات النامية والناشئة وهو ما يدعو بشكل أكثر إلحاحا من أي وقت مضى إلى إرساء دعائم تعاون أكثر تكاملا وشمولا بين جميع الأطراف ذات الصلة بهدف حجد التمويلات التنموية ومن ثم فإن مبادرة التنمية الحالية العالمية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس تشي جي بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية خلال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العمومية للأمم المتحدة تأتي كاستجابة عملية للعمل نحو معالجة هذه التحديات وحجد الجهود وضخ مزيد من الزخم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما وأن المبادرة معنية بتعزيز التعاون في ثمانية مجالات رئيسية وهي التخفيف من حدة الفقر والأمن الغذائي ومكافحة الأوبئة والتعاون بشأن تطوير اللقاحات وتمويل التنمية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والتصنيع والاقتصاد الرقمي والتواصل في العصر الرقمي وهي مجالات تتوافق بشكل عام مع أبرز الأولويات التنموية للاقتصادات الناشئة لا سيما رؤية مصر 2030